مشاهدين نجدد الترحيب بكم في هذه الحصة الإخبارية على قناة الأخبار المغربية ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الخميس بإقليم بن سليمان بجهة الدار البيضاء سطات حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى وهو مشروع هيكلي سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية وبإطلاق هذا المشروع الذي يتطلب إنجازه تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون أورو يخطو المغرب تحت القيادة المستنرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خطوة إضافية في مصاري التدبير الاستباقي والفعال للأزمة الوبائية وتداعيتها لتسليط الضوء على هذه الخطوة الهام ما يسعدنا أن صديف اليوم ضمن فقرة ضيف المساء البروفيسور خالد فتحي أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط بروفيسور مرحبا بك مرحبا شكرا على الاستضافة دكتور بداية ما تعليقكم الأولي على هذه الخطوة وهذا المشروع الهام أولا هذا المشروع الملكي الخلاق الذي كانت شهدته مدينة بن سليمان اليوم هو تجسيد ملكي عملي للرؤية الاستباقية التي طبعت مكافحة جائحة كورونا خلال هذه السنوات منذ انطلاق هذا الوباء هي بشرة صار يزفها صاحب الجلالة للشعب المغربي بشرة لها عدة دلالات ومعاني أول هذه المعاني أن المغرب بلد قد عقد العزم بقيادة صاحب الجلالة على أن يتحول إلى منصة قارية للبيوتوكنولوجيا على مستوى إفريقيا وإلى دولة رائدة في هذا المجال من الصناعات على المستوى العالمي تاني هذه الدلالات هو أن تعزيز الأمن الصحي للمغرب صار من أولويات المملكة وأن المغرب يعرف بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة التحولات الجارية في العالم خلال هاتين السنتين للجائحة وبالتالي المغرب أصبح منخرطا في الاقتصاد الجديد الذي ينبني على المعرفة وعلى العلم وعلى تصدير هذه المعرفة والعلم إلى الأشقاء كذلك المغرب بإعلانه الشروع في تصنيع هذه اللقاحات وبإنشائه لهذا المعمل الأول من نوعه في إفريقيا هو يصنع في الحقيقة الأسلحة التي تحتاج إليها إفريقيا في هذه الآونة والأسلحة التي يحتاجها العالم العالم ليس في حاجة إلى تغذية الصراعات والحروب وسياسة المملكة كانت دائما هي تدعيم الأمن والسلم والاستقرار وبالتالي نحن الآن لا نسعى لتصدير طائرات مسيرة أو مدافع أو شيء من هذا القبيل بل نصدر الأسلحة التي تحارب الأمراض والأوبئة والتي تدعم السلم والوئام وأحسيس التعاطف بين الشعوب إذن هو مشروع خلاق مصنع سيتيح تصنيع لقاح كوفيد-19 ولقاحات أخرى وبالتالي هذه رؤية تاقبة لجلالة الملك تستشرف المستقبل وتثبت المغرب في المشهد القاري والدولي كدولة صاعدة تعتمد في صعودها على القوة الناعمة نعم دكتور نتحدث عن مشروع سيمكن عند الانتهاء منه من تعزيز السيادة اللقاحية في المغرب وفي القرى الإفريقية يعني ما الذي يعني ذلك في زمن الجائحة في زمن جوائحة وجائحة مثل كورونا أولا هذا يعني أن المملكة استوعبت الدروس من كورونا هاتين السنتين كانت فرصة لكي نتوجه نحو إفريقيا استطعنا أن نحول الأزمة إلى فرصة استطعنا أن نعرف أن إفريقيا يجب أن تعتمد على نفسها وأن التعاون ينبغي أولا أن يكون جنوب جنوب لأن الدول الجنوب هي التي تعرف المشاكل التي تتخبط فيها دول الجنوب جلالة الملك يحضى بمكانة رمزية في القارة الإفريقية بصفته أميرا للمؤمنين هو أيضا قائد فد في إفريقيا وقائد سطع نجمه خلال هذه الجائحة وفي المنعطفات التاريخية يعرف القادة الكبار ويعرف رواد القارة الإفريقية من يكون إذن هو له مكان ديني له حضوة سياسية رجل قائد يتميز بالإنسانية وهو الآن من خلال هذا الأنجاز الكبير هو يدعم هذه الريادة الدينية وهذه الريادة السياسية بريادة علمية وصناعية ستزيد من إشعاع المملكة على المستوى القاري هذا المعمل سيكون له ثلاث خطوط سيتمكن من تصنيع 116 مليون وحدة من محاق معبئة مسبقا قارورات للسوائل قارورات مجففة بالتجميد وعبوات تجريبية إذن هو مشروع رائد على المستوى العالمي يحول المغرب إلى قطب قاري ودولي في صناعة التعبئة والتغليف دكتور إفريقيا كانت حاضرة في التعاطي المغرب مع جائحة كورونا منذ البداية وإفريقيا حاضرة في هذا المشروع الضخم يعني ما الذي يعني ذلك وكيف يحضر هذا الانشغال بإفريقيا في الرؤية الملكية من خلال هذه الخطوة الهمة أولا الرؤية الإفريقية كانت حاضرة دائما في مبادرات صاحب الجلالة وكلنا يتذكر الزيارات المكوكية التي قام بها جلالة الملك لأغلبية الدول الإفريقية جلالة الملك الذي دعم دائما فكرة الجنوب جنوب وجائحة كورونا كانت محكا للشعارات التي رفعتها المملكة وفعلا أثبتت المملكة خلال هذه الجائحة للأشقة الأفارقة أنها تقرن الأقوال بالأفعال حينما كان العالم وكانت الدول المتقدمة تقرصن الكمامات في المطارات كان جلالة الملك يهاتف الرئيس السنغالي ورئيس ساحل العاج ويبحث معهما إمكانية إحداث آلية إفريقية للاستجابة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لجائحة كورونا وكانت هذه أول مبادرة في العالم خلال الجائحة جنوب انفرض بها المغرب المغرب كذلك انخرط في هذا المشروع الجبار من خلال التفكير والسروع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي ليس فقط للمغرب وإنما لإفريقيا بأكملها من خلال تصنيع اللقاحات التي ستحتاجها إفريقيا المغرب لم يريد أن تظل إفريقيا عالة على الدول المتقدمة خصوصا ونحن نرى طغيان الأنانيات القومية خلال الأزمات وبالتالي المغرب استطاع أن يعطي نموذجا ملهما في إفريقيا والمغرب كان قد ربط خلال الجائحة جسرا مع 15 دولة إفريقية كان ينقل إليها الكمامات والأدوية التي تحتاجها خلال الجائحة هذا التعاطف خلال الأزمة هو ما صنع تفرد المغرب خلال هذه الجائحة وهو ما سيصوغ مستقبل المبادرات المغربية بإفريقيا لأن المغرب أصبح الآن دولة تحظى بالمصداقية داخل إفريقيا وفي العالم بل المغرب أصبح ينظر إليه من قبل الدول العظمى والدول المتقدمة على أنه بوابة لا غنى عنها لدخول الأسواق الإفريقية نعم بروفيسور أشترت ميل أن المغرب نجح في تحويل الأزمة إلى فرصة كيف توجه هذا المشروع اليوم؟ كيف توجه كل هذا الجهد الاستباقي في التعاطي مع الجائحة؟ أولا المغرب سعى نحو الاكتفاء الداتي والمغرب حينما انخارط في مكافحة الجائحة كان أدائه يقارن بأداء الدول المتقدمة وخصوصا في مجال التلقيح ولذلك المغرب حظي دائما بإشادة من المنظمات الدولية كونه استطاع أن يحقق أولا الهدف العالمي من التلقيح في نهاية سبتمبر بتلقيح 10% من مواطنه ثم الهدف العالمي من التلقيح ضمن خمس دول إفريقية في نهاية ديسمبر عندما لقح أكثر من 40% من ساكنته المغرب استطاع أن يتخيل السيناريوهات المقبلة وسعى نحو تحقيق أمنه الصحي وتحقيق السيادة لإفريقيا حين انخرط في التجارب السريرية مع المختبر الصيني سينوفارم وحين فعل الشراكة الاستراتيجية مع الصين لم يفعلها لمصلحته فقط وإنما فعلها لمصلحة كل القارة الإفريقية ونحن نعرف كيف تعول الصين في إطار مبادرة حزام والطريق على المغرب لدخول الأسواق الإفريقية المغرب عندما وعد بتصنيع خمسة ملايين جرعة في الشهر اليوم تزف لنا المشرى بأننا صنعنا فعلا ثلاثة ملايين جرعة وعن الشهر المقبل ستكون هناك خمسة ملايين جرعة وفي أفق نهاية السنة سنكون أمام عشرين مليون جرعة والمغرب في سنة 2025 سيصنع جوج مليار جرعة وهي تكفي لتأمين حاجيات إفريقيا إذن المغرب يعرف أن القوة الآن هي المعرفة وقد توجه نحو المعرفة ويقوم بنقل واسع للمعرفة ولا ينقلها لنفسه وإنما ينقلها ليتحول إلى قاطرة إفريقية تستفيد منها كل إفريقيا وكل الأشقاء الأفارقة إذن هنيئا لنا بهذا الإنجاز الكبير نعم بروفيسور وعلى وقع هذا الإنجاز وهذه البشرى نشكرك بروفيسور خليد فتحي أستاذ بكلية الطب وصيدة لابن رباط شكرا لك